موسيقى 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 السؤال جيد ولكن موسيقى الشركة الجادة للإنسانية الشركات الجاية للإقتصاد والاستثمار آخر شيء يمكن أن تفكر في هذه الشركات هو الإنسان الشركة تتعامل مع الآلة مع أرقام شنو غتدخل مع العداد شركة العداد يعني ما يمكنش تفكر يمكنش تفكر لو كانت شركة مغربية ممكن تفكر في هذه الشيء لو كانت شركة وخاء أجنبية تكون شركة كما يسمى بلاغة سبونسابيليتي سوسيال المسؤولية الجماعية للمقاولة ما كيش بعض المقاولات تفتخر بالأداء ديالها الإنساني واجتماعي وبواحد المشاريع الاجتماعية لفايدات المواطنين ولكن للأسف لا توجد برامج في هذا الإطار هي كتفكر في الهيئات المنتخبات تعطيهم تعوضات وتعطيهم مازوت وتليفونات كيف يفكروا فيهم لأنهم ما أعطوهم برا أعطوهم المشروع ولكن لا تفكر في المواطن للأسف أكثر من ذلك كان واحد إشكالية كبيرة نوقف عليها هو استبدال العدادات يعني تصور معايا عندك واحد العداد في الدار ديالك يشتغل بشكل طبيعي كتتفاجئ أنهم كيبدلوه لماذا كبدلتوه لأنه ما كي ما كيشتغلش بصيفة جيدة شلو ما أعطوهم الصاروخ عدادات الصواريخ العابرة القارات العابرة الاستيلاك وكيبدلوه لك ويجيبوك أنا شخصيا يعني اسمت الأمر كنا كانت عندي في الدار ديالي واحد العداد عادي كيشتغل بشو بدلوه وبدلوه واحد ما كيشتغل بحتلنا الفاتورة والتي ماشي عشرين حبما ستين مرة سبعين مرة هذا العداد ديال والي دفز ودائبا المستفيدين من الوضع يصمتون ويسكتون صور معايا شكل اللي متحمل مسؤولية السيارة في المدن في المجالس المنتخبة هم وحيز بعادل وتنمية هو المستفيد هو اللي اعطاه هاد جزء كبير هو اللي اعطاه هاد التدوير المفوض هم صامتون وجزء من اللعبة هم لا يخدمون على مسؤوليتي لا يخدمون مصالح مصالح المواطن المغربية هم يخدمون مصالح الشركات التدوير المفوض أكثر من ذلك في العادة الأحيان كالقد صريحة ديرهم نصبوا أنفسهم دفاعا عن هذه الشركات ويخافون من سحب البساطة تحت ايديها وركشي كيف استفادوا لا أعطي الأسماء كيف استفادوا من مغادرات طوعية بيدعوها المرض بيدعوها فوجدناهم على ذا رأسي المدن هم الذين يسيروناهم مرضى مفسانيين لا أعطي الأسماء حتى أحتري من الجامع طامة كبرى كي يدخل من الباب ويخرج من السرجم ودخل من الباب كيفش واحد كان يخدم مع شركة تنبيل المفوض وفي نهاية الخدمة تحت مبرر المرض وما كيش مرض كي ياخد الملايين ويجي يسير لك المدينة كيف استفادوا للشركة اللي كان عطاعتوا هات الشركة غي حاسبها أنا بغيت نشوف الحكومة أو مجلس منتخب سيفتغي واحد الرسالة دي الإنظار أو رسالة تنبيل هات الشركات أو الحكومة دارت واحد البيان قلت أودي أنا رغم أندرس هات الشي في إطار الوزارة الداخلية وسلطات الوصايا كيفما دلوا السادة الولادة والعمال مشكورين خاصنا واحد جلسة دي المحاسبة وآن الأوان دير واحد المناظرة حول تستطيع المفوض دي الماء الكرباء فقط تكون مناظرة وطنية ماذا قدمت هذه الشركات ونحسبوها وليش فينا أخويا أنها مختمش بشي بحالها الشركات المغربية أو لا أنها تسير ألاش ما أفوضناش مثلا القطاع دي السيك الحديدية هات شي منتج هادو مجالات منتجة ومستثمرة وفيها أموال الأولى أن تبقى هادو العملة الصعبة تبقى في المغرب لما كيتديو شو ما الدرهم المغربي البرا لما كيتديو العملة الصعبة تاري هناك ضرر كبير وهناك ما كيش استثمارات ما كيش حس إنساني واجتماعي وهات الشركات محيطة لا تدري تدري بالمفوض رأى الباغات ديرنا البلابل والقلاقل في المغرب قلاقل ودير البلاب لماذا؟ لأنه رأى واحد نار نتفاجأ أن المواطنين المغربية خرجوا الشوارع وخاك الكوفينمو وكان حضروا رأى هات الشركات كتمس بالنظام الآم المواطن رأى قد رسمته ولكن أمام هات أمام هات الفاتورات المرتفعة قد يتور المواطنين ونحقيه وبتاريخ السلطات العمومية تقوم بواحد دور في تهديئة النفوس للمواطنين لأنها غاضبة وناقمة على الوضع وتجلس مع هات الشركات تحسبها وتركز على الشفافية الإنسان المغربي يرى ما مغيش يأكل الشركة أو لا بغي ذاك شي للسلق ويخلصوا لا ضرر ولا ضرر والضرر يزال ده ما ذو كشفوا الضرر وخلوا الضرر والضرر هنا الضرر هنا مستحكم يوم بعده يوم يتزايد والنقمة ورأى الشيف طنجار يعني وقعوا قبلكم في المواطن تظاهرات كبرى وساخبة في المدينة والقاوح المباد تدابان وطالب هات الشركات أولا باش تكون تكون إنسانية وتكون تاهية حقوقية تراعي مصاريح المواطنين لأنه يتأخذ الأموال من المواطنين والضرر المواطنة ما عندما يعطيها يعني هذه صرخة من خلال برنامج جديد لكم للهيئة المنتخبات للسلطات المحلية للسلطات الوصايا الحكومة الأتماني اللي قلنا في القولة الشهيرة دياله حل الروبيني يطاح الماء برك على النقاسة يشعل الضو سد النقاسة يطاح الضو قل له دينا مقالة دولا ما رأى النقاسة طاحت شحال هادي المغربة المغربة بغاو يقولولك هاد المواضيع اللي كتقول ديال النقاسة ناقش مع أصحاب النقاسة بأنه ما تفرض عليهم إلا ما سهلكوه فعلا ومشي يكون ذاك شي بشكل عشوائي وبشكل لا يخدو من العدالة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناوا فلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر